هنروح للكرة الطائرة في هذه الأسناء رجال في هذه الأسناء بتلاعب أول مباراة السلسلة مع نادي زمالك الأهلي يقابل الزمالك الآن في العاصمة الإدارية وهنقول لكم المباراة لحظة بلحظة طيب المباراة هي مباراة واحدة لا هي سلسلة من ثلاثة النهاردة وبكرة اللقاءين الأوائل الأهلي والزمالك 12 8 الأهلي شوت الأول وطبعا أكيد راحوا للتكنيكا التايم أوت الأولاني من غير ما تفرج يعني كده بتهيق لي المباراة بتقام ما بقاش في تكنيكا الفاول طب معلش أنا يعني هي القوانين 13 9 كويس إحنا ماشيين الحمد لله بشكل جيد المواتش بتلاعي زمالت الحضراتكم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية والزمالك أقوى مما قبل لأنه نضم اتنين لعيبة الكوبي هرناندز والبرازيلي رافييل ده بالإضافة طبعا لعودة الرضا هيكل اللي كان محترف في الدولة البلغاري إذن الفريق أقوى مما قبله ولكن الحمد لله كلنا ثقة في الفرقة ويقول لكم موقف طريف كده يعني إنه أنا قابلت كابتن عبدالله عبدالسلام أسترطنا وأفضل وأحد أفضل مش أحد وأفضل صانع ألعاب يمكن جاء أنا مش متحيز ولكن دي الحقيقة بأرقامه حتى أرقامه الحقيقة في الدور الإيطالي كل ده قابلت وأنا في مكان ما وعدا نتكلم وبتاعه فبقول له أخبار الدنيا هتلعبوا يعني الزمالك ويعني الزمالك بأفضل وبتاع لي يا كابتن والله إحنا هم معهم لعب ومعهم في لعب تاني البرازيلي كان لسه ما خدش الاستغناء الدولية فبقول له طيب يعني المطش إمتى هاي الحقيقة قال لي يا كابتن بالعكس إحنا عايزون نلعب لما يعني يعني كلمة بحقيقة أنا بقول لكم بأمانة والله كلمة خليتنا أشعر يعني لما تقعد مع أسطورة كبيرة زي كده يعني أنت كلعب برضو بتشوف أو كراجل متابع بتبقى نفسك إن فرقتك تبقى فأحسن حياة والفرقة التانية بتبقى أقل يعني ده وضع طبيعي طبع تقول ده فلان مصاب ده فلان في الفرقة التانية ده فلان مش في وضع طبيعي لا ده بيجي الرد يعني يعني من كابتن عبدالله عبدالسلام كقيمة يا كابتن لا إحنا عايزين الفرقة كاملة عايز يلاقي بالخصب وها كامل والله العظيم أنا ما يعني ما قدرتش أتكلم قلت يعني ربنا وفاكوا وربنا يكرمك كابتن عبدالله وكرمكم كابتن محمد مساء الحميد وراجل مكتهج جدا والفرقة إن شاء الله هنتابع بحضراتكم البطولة الماتش النهاردة والتاني بالمناسبة الماتش التاني بكرة إن شاء الله على طول